أخوتينا زيلة قادير أصباح الخير عليكم اليوم السبت 14 وتنبير 2021 في إطار الكارفان انتخابية 2021 سنقبل هذا الصباح الأستاذ البار وهو محامي شاب وكيل لائحة حركة شعبية ستسمعوا ما عنده ما يقول البرنامج الانتخابي ديالو تعرفوا عليه ولكم الاختيار واش تصوتوا عليه ولم تصوتوش أستاذ البار أصباح الخير محامي شاب من هيئة أقادير ووكيل لائحة الحركة الشعبية أسيدي بغيتك توسع معي صدرك خاطرك ما بغيت لغات الخشاب بغيتك تجاوبني بكل صراحة على الأسئلة ونصولك على البرنامج الانتخابي ونصولك على بزاف ديالحويش جبتك لهذه البلاصة هذه مطرح النفايات ديالحي محمدي واحد الكارتة بيئية نعم أش غادي نقولك هذا مطرح عشوائي بترخيص من السلطات المحلية من الجماعة ديال أقادير عبروا بهذا المطرح عن فشلهم في تدبير النفايات أش كي بلكنتا يا في هذا المطرح هذا صراحة أنا سريضاء فحسب التكارديركم أنه هذا مطرح عشوائي بترخيص من السلطات يحز في النفس يحز في النفس أنه مدينة أقادير تتعامل بهذه الطريقة هذه مدينة أقادير كتستهل حسن من هذا الشيء بش يكون تدبير لها النفايات بطريقة عشوائية وبناس كي يعرضوا حياتهم من الخطر وفي هذا الاختراض هذا بهذه الطريقة هذه هذا الشيء يعرض لبيئة ديال أقادير بصفة عامة إلى خطر ونقص الخطر في دق وبطريقة خطيرة جدا إلا ما قدرناش أننا نغياجي وفي هذا الوقت هذا ونحدو من هذه السلوكيات هذه غادي نخلص التابعات دير هاد السلوكيات دير هاد التدبير بشي حويج ما غاديش نقدر نتصورها وحنا وريدتنا في المستقبل إن شاء الله كنشوف حتى واحد شاحنة ديال القوات المسلحة الملكية كتلوح النفايات ديال هاتا هي هنا يا ها غمق ها غمق هشو ما وشاحنات الأخرين كنلاحظوا غيابتان من الحيكة لدير هاد المطرح هذا أنا لا أقبلوش لا كشخص ولا كفرد من أفراد هذا المجتمع هادو أنه يكون أخوتنا وشفاف ديالنا تعملو في هذه المجال بهذا الطريق كما عندهم أدنى طرق ديال الوقاية والذي والذي الأسكوريتي والذي الأمن تعملو في الوسط وهو خطير جدا لكي أعرف حياتهم الخطر بالصفة الأولى الله يحسن لعوان بيئاتنا في خطر والشبب ديالنا في خطر والمجتمع ديالنا في خطر وهذا الشيء يحزوا في النفس كثيرا عيت ما ندوي على هذا الموضوع هذا شوفه على فضيح متى واحد ما مسوق نقول لكم كثيرا هو أنك تدوي أو أنك تناضل هذا الشيء وأن الناس في مراكز القرار إذا لم يرغبوا الميدان وشفوا هذا الشيء بأم الأعيون ديالهم ما غاديش تكون واحد غياكسيون اللي هي جدية لأنه الناس اللي كيشوفوا من خلف ديال الشاشات ديالهم اللي كيقرؤوا من من تقارير اللي هي كتابية ماشي هو الناس اللي هم ميدانين وكنزدوا الأرض الواقع باش يشوفوا المعاناة الحقيقية وقبل من هكي يعني من هكي من هكي الشباب بدينا وولادنا اللي كي يعرضوا رئيسهم الخطار ومعن دمتها شي تغتية لا 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 تغتية أمنية ولا تغتية صحية اللي كي عندهم هكي الظروف هذه الله يصوب يالله أستادي نطلع الكارافان دابا ونبدأوا المعقول مرحبا أستادي محامي شاب أعجباتني هذه القادية ديالشاب أول مرة كتدخل السياسة يعني ما كتش في شي حيز بولا شي حاجة سياسية هي هذه إن شاء الله اللي تاحية بعدها للرجالات الكبار اللي اعطوا الكثير البلاد وهذا الحركة الشعبية عندكم أحرضان عندكم رجالات اللي اعطوا الكثير للبلاد سيرانصر ايه بغيت نسولك شنو اللي دفعت الدخول السياسة بعد تفكير عميق ومشاورات مع ناس من المجتمع المدني ومجتمع السياسي في واحد الوقت اللي كشاب طموح عيام النقد وانتقاد السياسيين اللي ما تعرضنا ليه من خيبات أمل متكررة ومتعددة في التدبير سيخته الشأن المحلي دينا كنظر كشاب اقاديري او ولد اقادير حقيقي كما يقول اه اه قررنا هذه المرحلة اننا نشاركه في التغيير كشباب كوننا قناعة كما قلت لك بعد مشاورات وتفكير عميق قررنا الاتحاق الحق السياسي وتأخذ غمار انتخابات والاقتراعات دينا التنشو تنبير 2021 احنا كنا ارادة وطاقة كشباب كشكل 83% تقريبا من اللائحة المحلية لجماعات اقادير لحزب الحركة الشعبية تحت علامة السنبولة هاد الشباب هادو كلهم اللي كان افتخر بهم وكان افتخر بالارادة ديالهم اللي كنا قناعة من اجل خدمة هاد الوطن العديد وهاد البلاد اللي عزيزة لقلوبنا جميع اه بغينا ندخلوا البيت القرار بغينا ندخلوا لمركز القرار ونغيروا بما اتينا من القوة وقناعة وستراتيجية هاد الواقع المارير اللي كتعيشوا من الدينتنا قولي يا اخويا الحركة الشعبية مش المعقيل ديالها سوس المعقيل ديالها خصوصا هو وسط المملكة يعني انه وحيد يال زيان وهذا تمال حركة قوية نعم وعنده واحد امتداد وتاريخ وهذا هنا في سوس كان ديمة ضعيفة شوية انتو مدابة مجموعة من الشباب اللي تحقتوا بالحركة الشعبية واش كتشوفوا بانه عندكم حضود لاقتحام اه الحقل السياسي هنا يا وطلعوا مرشاحين وتلعبوا واحد دور ايجابي في تسير ديال هاد المدينة اه في السياق ديال السؤال ديالك هذه نقدر نقول للسيريضا انه ماشي كنشوفه اليوم حققنا ان القوة ورزعنا الباريق ديال حزب ديالنا في المنطقة ديال سوس كتقول لي بللي حزب حركة الشعبية قوي في عديد من المناطق ديال المغرب وكتقول بللي فقادير ما عندوش ديك القوة اللي كينف في المناطق الخرى اليوم كنقول لك نقدروا نكونوا اقوى من المناطق الخرى بهاد الشباب اللي معانا في الحزب ديالنا واللي ف الحركة الشعبية السوسية الله يكمل بخير الله يكمل عليكم بخير امين بالاضافة الى واحدة نقطة اساسية ما أقادير وسوس بصفة عماما حركة الشعبية ما مرغبتها للساحة الساحة السياسية كانت محتشمة ما ما اقولوش انه محتشم نهائيا كينشتغال كين مناضلات ومناضرين ديال الحزب اللي ديرين واحد العمل اللي هو وجبار اللي ينضلو بقناعة و بحرية و بشراسة على المبادئ ديال الحزب وهد شي انا المستو ومن الحوايج اللي يدفعني انني نقدر ننتميل هد الحزب العادي الله يكمل عليكم بخير اقول لي نعم انتا ولدة قادير عشتي المأساة دير هذه المدينة خصوصا في هذه الخمس سنين الأخرى كاريتا تكرفصنا تمرمدنا ولداتنا فوراة الشغل ما كانيش استثمارات ما كانيش المهم مكرفصة المدينة غدا إلا سهل عليكم الله وطلعتو مركز القرار في تصيير مدينة أقادير ماذا هو البرنامج الانتخابي ديالكم ولكيش يحجم الموسى واقعية باش غا تبدو لإنقاذ مدينة أقادير ويبدأ الإقلاع الحمد لله كان أعتبر نفسي كشاب أنني محدود فهذه الفترة بالضبط اللي قررنا في هذا الالتحاق من حق السياسي والترشح على قائمة سونبولا نلاقي حدي المحلية احنا محدودين لأننا اليوم لقينا واحد الأرضية موجودة احنا لسنا مطالبين إلا بالتنزيل ديالها وبالتطبيق ديالها على أرض الواقع كان نموذج تنموي الجديد ايه الحزب ديالنا عنده واحدة رؤية محلية نموذجية من أجل النهوض بالمنطقة ديال الأقادير ومنطقة ديالسوس لا محليا لا جهويا في جميع المجالات ولكن دبال إنقاذ مدينة أقادير باش غا تبدو شنو الأولويات شنو القيطاع لك تشوفوه حيوي أقادير عندها أقادير بشخصها حيوي عندها مجموعة من الطاقات عندها مجموعة من من إمكانيات والطروات التي تسمح لها وكتخول لها أنها تكون رائدة ووطنيا على أعلى مستوى عندنا القيطاع السياحي عندنا القيطاع الفلاحي عندنا القيطاع كما قلنا من الأولويات والهم الأول من أجل الاستثمار في مدينة أقادير ومن أجل النهوض بها وعادة المكانة المرموقة يجب أن أول شيء هي البنية التحتية البنية التحتية البنية التحتية لدينا متهاركة يمكن أن تكون سبعينات وإذا أعيشون بها وثمانينات يمكن أن هذا التوجه تكون صحيح ممكن ولكن اليوم يجب أن نركز البنية التحتية والإصلاح وإعادة هيكلتها من أجل تشجيع واستقطاب الاستثمارات الكبرى التي ستقدر بها المدينة ستتعود لإمتعاشها وتحقيق فرص الشغل ومرضوضية واحد الرواج يرجع إلى مدينة أقادير المدينة أقادير التي كانت عليها قبل سنقوم بعمل هذا على قطاعات مثلا البيئة ما هو الحزب لكم؟ ما أنتم سنقوم بعمل البيئة البيئة مدينة ملوطة الهواء ملوط البحر ملوط كل شيء ملوط نعم التوجه العام الحزب هو أن مدينة أقادير بحان الأوان لكي تكون مدينة أكولوجية وكي تكون مدينة صديقة البيئة كيف من هذا الاستهتار وهذه التصرفات لا أخلاقية والتي نستطيع أن نجرمها في حق البيئة ومن النساء الذين لديهم من من تأكيد مدينة إلى البحر بالفضل العديد ومن أفعل المعامل الأول من المناج أكبر الملوطة من المغرب البحر لدينا نعم شيطان لكن هدو السياحة لدينا عشرات آلاف من المواطنين طريقة مباشرة أو غير مباشرة مثل المعامل في أنزق الدولة أعطيتهم يمشون كلهم الأليوتيس منطقة الصناعية للصناعة البحرية أشباقين يدعون في أنزق انتظر رئيس الجماعة وكيف يمكن لديك الجرعة تمشي عندهم وتقول لهم يجب أن تلويتون وهذه البلاصة سنعود إلى أهلها السياحة ماذا ستفعل الميناء حين الزبل والبحارات لحفل الباصة هذه المخالفات ويجب أن تضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يقوم بهذه الجرائم في حق الطبيعة وفي حق المواطن الأقاديري لأن هذه تصرفات تتعود إلينا سلبا جميع يجب أن تضرب بيد من حديد وسرك جميع المساطر القانونية والقضائية في مواجهة كل من تبت أنه له مساهمة من بعيد أو قريب في هذا الشأن وأنك محامي يعني لا يلعب عليك في القانون وعرف القوانين المساطر القانونية التي ستسلقها لكي لا أتنا من علم إلا من أجل استثماره في ما يرضي الله وفي الصالح العام هذا يكون على يقين من نوع السريض والزرعة تكون عندك لأن اليوم عندما نقول الملويتين مارينا من الملويتة أعرف أن تكون ملاها وعندما تكون عندك الزرعة تقول له أفلان ولكن القانون فقنا كاملين وكنا مغربة أنا مارينا مارينا أو غير مارينا كل من سولته نفسه وكان عود نسوني نوك الرجولة ماشي الرجولة منذ الطفولة نوك تشكت عهد به ماشي كانت عهد به ولكن غير رباش تكون نعطيكوح الفكرة السريضاء را ما قررنا أننا اللي تحقوا بالحق السياسي إلا وأننا كونا قناعة بما لا هو بما عليه أحي تحمل واحد من يكا تقول غادي يمشي الملويتة فلانيك يجيك الملياردير كي يرجع اللور عنده النفوذ رجع اللور وكان يرّب في الوقت يسين ملياردير محصنين لا شوف مثل أمرannie يربح الغمار هي المجد يربح القوي لأنك تكون قامت به واخذيت قرار بالتابعة م rivers وخي يقولون لكم هاد عدو علاقة مع الرباط هاد عدو ما عرفت أنا كشخص هادا العبل المدني ما عندي علاقة مع تشيحد مع التشي مدينة مع التشي جهاز من غير الهيئة ديالي الحرة العاتيدة اللي تعلمنا في القانون وما قررنا اننا ننتحق بهيئة الدفاع الا الاستقلالية احنا مجرادين من اي ضغط من اي جهات كانت كان دير داك شدي كيمليه الهيئة ديالي واللي بينه وبين اللي خلقني نقوله انتدى با استاد شاب بيخناك يا جميل حامل يشوف شاب هكذا خلغي مر سياسة وغادي تقاتل مع الوقت المهم غادي نحط عليك جوش اسئلة الليولة جاب الله نجحو عندكم جوش ثلاثة ديال الناس ما خديتوش اغلبية المطلقة ولا عدو جوش ثلاثة ديال الناس وعندك جوش ديال الخيارات قناعاتكم بان واحد الجهة اللي غا تتحالفوا معها هي جهة صحيحة وهي اللي غا يمكنها تخدم المدينة ومن الجهة اخرى عندك واحد الجهة اللي عندها بزاب ديال الفلوس بزاب فلوس امكانيات ضخمة واش غادي وغادي يقترحوا عليكم بزاف ديال الفلوس واش غا تبشو مع الفلوس ولا مع الضامير ديالكم مع العلم انه تمكين الفلوس باش غا تصير الحيز وغا تصير بزاف حوزينين ولا غا تبشو مع الضامير ديالكم مع الجهة اللي كتشوفوها صالحة لتصير المدينة اه شتراس دي رضاء هو من ناحية ديال الماديات كان الحمد لله ومشكروه ما خاصناش وما عندناش ما عندناش ما نعطي وما عندناش شيء وما محتاج لتش حجمتش حد الحمد لله مستورين بخير وعلى خير وعندنا رزقنا ورزقه والله تعالى والحزب محتاج للي صرف عليه وحزبنا محتاج للي صرف عليه احنا كنستطمروا الان ما شي في الرأس المال المادي كنستطمروا في الرأس المال البشري في التقات الشابة ديالنا اللي انا فخور جدا بها بالمراضيلات والمراضيرين ديالنا اللي اليوم مساعدين على الادروع ديالهم والاسعود ديالهم بغوا يخدموا ولا يهمهم الماديات باتاتا اذا في التحالفات سوف ندير تحالفات التي سوف نرى أنها ستكون في الصالح الساكينة وفي الصالح المدينة أقادير والتي ستعود على الصالح العام بكيفية تكون إيجابية نقول لي يا أخي إذا قد كنت رئيس الجماعة الأقادير نعم عارف القطاع الصحة نعم الكواريته غياب الإمكانيات البشرية إمكانيات اللوجستيكية أدوية غياب كل شيء وحتى منه يريد أن يطعمه مستشفى حسن ثانيك يحيده من السبيطار الإنسجان ويجعلون السبيطار الإنسجان ويجعلون السبيطار الإنسجان الناس تموت بالإهمال والناس مكرفسة إذا قرأ الجماعة لديكم أي شيء في هذه القطاع الصحة سوف تستطيعون أن تحقوا شيئا أو لا محليا هذه استراتيجية وعندنا أفكار التي سوف ندفعها ورفعها داخل المجلس من أجل تطوير هذا القطاع والنهوض به كذلك لأكثر من هذا الذي يريد أن نقوم بالإنتباه هو أن تقوم بالإنتباه بين السبيطار الإنسجان والمستشفى الإنسجان ونحن ندفعها من نطاق المحلي لهذا فكرنا له في الحزب وقالنا له ما هي الحلول التي لديكم؟ لدينا حلول مشتركة ما بين من هو ممثل للجماعة المحلية ومن هو ممثل للجهة ومن هو ممثل للجهة غير ممثل للجهة غير ممثل للجهة غير ممثل للجهة ومن هو ممثل للجهة غير ممثل للجهة ومن هو ممثل للجهة لأنها اليوم غير ممثل للجهة وممثل للجهة والتقافة بلاد لا يوجد تقافة ولا تقافة لا يوجد تقافة ولا تقافة لا يوجد تحاجة في اقادير حوالي 750 ألف مواطن ما هو البرنامج لكم في اقادير لكي تزرعوا الروح في قطع الرياضة وقطع التقافة اللي هم حيوي للشباب لا يبقى يمشي الحشيش ولا يمشي الإجراب ما عندكم؟ أنا معك سير اضاف ان الشباب دينا وشباب دي المدينة اقادير هو في امثل حاجة المتنفسات اللي كشباب كان عرفوا ان هم مشحونين بطاقات كبيرة كي يطفوهم ويستطمروهم تقافيا ورياديا ولما لا انتجوا لنا واحد المنتوج اللي هو يكون بشري يشرف المنطقة ويشرف الوطن ويرفع ضرب دينا عالميا هنا عندنا انه بغينا ندير مجموعة دور الشباب على المستوى الاحياء ومستوى تقسيمات الجغرافية اللي قسمنا عليها المدينة دينا مثلا تديلة على مستوى ادرار على مستوى الحي محمدي على مستوى جموعة الاحياء اللي هي كبرى ما كتفتقدش غير ما هو رياضي وتقافي وتقريب الصحة كذلك والوقاية المدنية كذلك الأمن يعني هادوا اجهزة اللي كيكونوا متكاملة كل حي كيخصوا مجموعة هذه المرافق مرفق صحي مرفق رياضي مرفق ثقافي مرفق امني نكو انتو ما عندكم برنامج في هاد الموضوع على هاد الاحياء ومساحة الخضراء بزاف دي الحوج طب اتحال لدينا استراتيجية اللي هي كبيرة بزاف ومخدمنا لها بوحد طريقة اللي هي جدية وبغينا ننزلوها على ارض الواقع كيف ما قلتليك اليوم احنا رمح ضوضين بالنموذج التنموي الجديد اللي احنا بغينا ننزلوها على ارض الواقع عندنا واحدة استراتيجية عامة دي الحزب دينا لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الجهوي ولا على المستوى التشريع اللي احنا كوننا متضامنين وديرين يد في يد باش ننزلو هادشيات على ارض الواقع ونطبقوه ويكون ملموس من طرف الساكنة دي المديتا قدير قل يا اخويا كمنتخب الى سهل عليكم الله وطلعتو راتولي من غير محامي فهيئة اقادي المحامي الشعب نعم جا مستثمار عندك بغي تستمر ولكن العراقيل والتعقيدات الادارية وهذا كرفصوه مرمدوه وجال عندك وقال لك عفك السيد الرئيس ولا سيد المنتخب بغيتك تعاونني ماذا عندكم انتم ماشي برنامج وجدين ايشي خطة دي الاستثمار دي المساعدة المستثمارين احنا عارفين بانك المركز الجهة والاستثمار هادك بوحده وخدام ولكن كيتلفوه بالإدارات سير هنا طلع التجارة والصناعة سير لهذه الفلاحة ارجع مهم هاد المستثماري اللي جال عندك انت كممثل وكمحامي الشعب واش عندك شئ برنامج لهذه الناس وشئ خطة للمساعدة المستثمارين الى تعطلون لهم ولا تعقدون لهم استثمارات ديالهم دير يظهر اولوياء الولاد الشعب والاولوياء الابناء اقادير احنا عنا شعار ديال تبسيط المساطير وتسهيل المساطير ولا للتهميش ولا للمحزوبية ولا للزابونية هادو من الاولويات اللي غادي ندخلوا ان شاء الله المجلس غادي نحاربهم كل واحد عنده كل مواطن مغريبي كل مواطن اقاديري عندو الحق يستفد من جميع الخدمات وتبسطولي المساطير على اعلى مستوى من اجل تسهيل استثمار والنهوض بمدينة ديالنا هادشي ما كنقولوش بالليرة غادي يقصى دي المستثماري الاجنبيين ولا المستثماري الوطنيين بالعكس نحن في امس الحاجة لهم وكي خصنا نوجد لهم ارضية اللي هي تكون ارضية مريحة وبانتيازات من اجل استقطاب هذا الرؤوس الاموال اللي في البداية وفي النهاية غادي يكون المواطن الاجنبيين هو المستفيد الاول من هذا الانعاش مرحبا اخويا كنت مني لك التوفيق وبغيت واحد الكلمة قنعني واحد دقيقة باش نصوت عليك شنو غادي تقول لي غادي نقول ليك باللي احنا طاقة شابة وابناء هاد المدينة الغايرين عليها وبغينا نخدموه وكان طلبوا من الله التوفيق وكان طلبوا منكم التى قديركم ثاني حاجة انه الخلافات السياسية ماذا نقول باللي انا كان خلافات سياسية ولكن تبقى حيز وتحت اطار سياسة وتحت الغيرة على الصالح العام قد نختلف اليوم سياسيا ولكن غدا سنكون متفقين على مصلحة الوطن ومصلحة اقادير الدرجة الاولى الله يحفظك والله يسر امورك خويا الله يوفقك والله يدير هذا الشيء الذي تنضله والذي ينضل جميع الطبقة السياسية ولا كل الشيء المرشحين بغينا في الأول وفي الأخر مصلحة المدينة الجهة والبلاد بغينا واحدة البلاد اخرى بغينا واحدة المدينة اقادير عندها بالايجابية بالطاقة اللي عندها والموارد اللي عندها نشوفها من اجمل الموذor العالمية هذا هو الدافع الاول اللي دفعنا اننا ندخلو لهذا الغمار السياسي لاننا كشباب شنا وطرعنا في الأحضان ديال المدينة وعانينا عانينا بزاف مختلف وشتى المشاكل كل مرة تزيد كتفاقم على المرة اللي فيتا نحن اليوم قررنا اننا ندخلو من اجل التغيير ومن اجل استثمار الطاقة ديالنا ما بقيناش بغينا ننتقدو النقد ما بقيناش بغينا ننتقدو وبغينا نخدمو والله يوفقكم والله يستر أمركم تبارك الله عليك أستاذي شكرا الله يوفقنا جميعا شكرا